هي شخصية ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم الحراني حراني لنسبة إلى حران حران دي قرية أو مدينة صغيرة في شمال العراق ولكن هي حاليا تبعة تركيا وبعدين ارتحل وهو لسه صغير خوفا من الحروب والصراعات كانت موجودة إلى دمشق فعاش مع وسطه في دمشق بس هو كان لسه في فترة الصباح وبعدين عاش فيها كل حيو تقريبا ما جاش مصر غير لعني ست سنين ولما جيها مصر اتحكم عليه على فكرة هنا برضو بالسجن واتحكم عليه لما رجع تاني إلى دمشق قبل ما يوم بثلاث سنين اتحكم عليه بالسجن بسبب ايه بسبب قراءه قراءه المخالفة للمجتمع والمجتمع كان بيرفض لوجود فكر تسلطي بالرأي فتخيلوا لما نعيش ويبقى فيه سجين رأي دائمت يعني لما اقول لكم ان ابن تيمية هو ليه سميه اول ابن تيمية تيمية دي نسبة لولدته لان طيل هو لنفسه اللي قال ان جده او والده كان بيحج ولما رجع مر على قرية اسمها تيمية وهو فيها هناك شاف سيدة فشاف سيدة وكان يعني فيها اخلاق وفيها زوء فزي ما تقولي الاسم يعني المرأة دي كانت فيه ذاكرته فلما رجع الى حران اللي هي شمال العراق وهي حاليا في تركيا امقال اشاف مراته ولدت وجابت البنت فسماها تيمية سما بنته البنت دي تيمية تيمية دي بقى هي اللي خلفت احمد ابن عبد الحليم وفلقب بابن تيمية باسم والدته وده برضو من الاشياء اللي يعني يجب يلقى الضوء عليها ان شوفوا المرأة لها سيادة قد ايه والنهاردة المرأة لما البعض بيستحي يذكر اسم زوجته امام الاخر لأ يعني شوفوا لما ابن تيمية يلقب من وقته الى يومنا هذا اتولد سنة 661 هجرية 661 هجرية الموافق 1263 ميلادية مرة تانية ميلادي كم 1263 هو مات 728 هجرية وحظه ان 28 ديت هي نفسها في الميلادي برضو 1328 ميلادية يبقى مات سنة كم 1328 ميلادية الموافق 728 هجرية في سنة 705 جه مصر وعاد الى دمشق بعض مرة اخرى بعد سنة 712 هجرية هو سجن في مصر في فترة كده بسبب انه قال كان فيه خلاف في داخل الجدل في الشارع المصري هو في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هو ربنا استوى يعني جلس على الكرسي ولا استوى بمعنى ملك فالرأي العام المصري يقول ما يصحش نقول ربنا له كرسي يبعد عليه وإلا يبقى متحيز أو له حيز يعني ولكن ابن تيمية قال لا ربنا بيقول الرحمن على عرش استوى إذن فيه عرش وفيه استواء وفيه جلوس شكله ايه ما نعرفوش يالك بمقام الله دي مسألة يعني فلسفية أو جدلية وحدش فينا هيتضر تاني لكن طبعا تم الخلاف عليها وبسببها كان سجن خلص سجنه راح راجع تاني إلى دمشق عمل مشكلة تانية هناك في دمشق برضو السجن هناك في دمشق أكثر من مرة قبل ما يجي مصر وبعد ما رجع من مصر بكلها بسبب آراء فقية هو سبب آراء فكرية في الدين المهم كان من ضمن هذه الأسباب أنه يعني أوشى بواحد يعني كان في على غير ملته وتم إنصاف الطرف الآخر هو غضب يعني كان من سبب غضبه أنه عمل بعض الكتب لضد الآخر وبعدين دا ما كانش كمان يعني عدت شوية وبعد كده عمل شاف بعض المسلمين بيسافروا مخصوص عشان يزوروا سيدنا النبي في مدينة منورة فراح كاتب رسالة زيارة كده بيستنكر فيها شد الرحال إلى مسجد سيدنا رسول أو إلى القبر الشريف صلى الله عليه وسلم قال أنت تسافر للمسجد مش تسافر لتزور سيدنا النبي فطبعا كان بسببها برضو وحصل إشكالاته وتسجن سنة 725 ومات في السجن على فكرة مات 728 هجرية يعني عاش تلات سنين اللي تسجنهم آخر حياته ومات في السجن ثم دفن بعد وخرج من السجن للدفن المهم كان بسبب إيه؟ بسبب أنه كان رافض أن البعض بيسافر مخصوص للمدينة عشان يزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخسم لكم بالله لازلت أرى وقد رأيته يعني كثيرا من الناس اللي له اتجاه ديني معين أنتو عارفينه يعني يروح يحج وما يروحش إلى مدينة نسأله ليه ما تروحش إلى مدينة قال عشان أصلي بتايمية بيقول أن ما يصحة نشد الرحال إلا لتلت مساجد ونظرا لوجود القبر الشريف في داخل المسجد فاحنا مش هنزور المدينة عشان ما يبقاش زيارتنا لزيارة الرسول على السلام لأ احنا عايزين لما نزور نسافر نروح المسجد ترجمة نانسي قنقر